خرج الرئيس سعد الحريري عن صمته بشأن تكليف الوزير الصابق حسان دياب تأليف الحكومة وقال إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل ولن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل وفي دردشة له مع الأعلاميين قال الحريري لا يمكن أن أعمل مع من يهاجمني على الدوام وبربحني جميلة ولم ألتقي الرئيس المكلف قبل يوم من تكليفه كما أشيع إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها وأكد الحريري أن الرئيس نبيه بري يعلم أنني لا ألعب بالنار إنما تعودت إطفاءها ولست نادما على الإطلاق وقال إن مسؤوليتنا مشتركة في إطفاء النار لا إشعالها وأضاف لا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد والحرب على الحريرية السياسية لن تمر وسنتصد لها بقوة وعن تكليف دياب قال الحريري لم أسم الرئيس المكلف ولا تغطية له ولا ثقة إذا اقتضى الأمر وتطرق الحريري إلى علاقته بوليد جنبلات قائلا وليد بيك يريد أن يكون مع الحراك المدني ويهاجم المستقبل لا أعلم كيف تعالج المشكلة معه